السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك سنة 5 ان شاء الله النهاردة موعدنا مع الدرس او القاعدة الثالثة من قواعد النحو في الوحدة الاولى وهو اعراب المفعول المطلق تعالوا مع بعض نشوف معنى المفعول المطلق ايه يعني ايه ولاد مفعول مطلق المفعول المطلق هو اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل يعني ايه الكلام ده يعني ايه اسم منصوب ويعني ايه مأخوذ من لفظ الفعل تعالوا كده نقرأ الجملة دي اولاد انطلق الصاروخ انطلقا طيب فين الفعل بتاعنا الفعل انطلقا الفعل ده فعل ايه فعل ماضي طيب عايزين بقى ياولاد ندور على كلمة الكلمة دي تكون الفظها حروفها زي شروف الفعل تكون توقم للفعل تكون شبه الفعل بالزبط يعني لما اشوفها واشوف الفعل اقول لا ده الاثنين دول دول توقم ها يبقى ده معنى انه هو مأخوذ من لفظ الفعل يعني شبه الفعل يعني توقم للفعل طيب يلا كده ياولاد ندور في الجملة دي على كلمة تكون شبه الفعل انطلق الصاروخ انطلاقا انطلاقا ها ادي انطلق انطلاقا يبقى ادي الفعلة هو و ادي الفعل ده مطلق ادي المفعول المطلق ليه مطلق؟ لانه منطلق من الفعل لان حروفه منطلقة من حروف الايه؟ من حروف الفعل يبقى انطلاقا ده بسميه ايه يا ولاد بسميه مفعول مطلق بسميه مفعول مطلق طيب المفعول المطلق دايما منصوب يبقى دايما ايه دايما منصوب طيب يقول منصوب وعلامة نصبه بتكون ايه علامة نصبه الفتحة يعني انا هعربه ايه ميز هعربه مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة طيب المفعول المطلق عندي اولاد نعيم مؤكد للفعل ومبين للنوع المبين للنوع بيجي بعد المفعول المطلق كلمة الكلمة دي بتبين لنوع المفعول المطلق طيب المؤكد للفعل هو بس بيأكد للفعل وما بيجيش ورا المفعول المطلق أي كلمة يقول طيب زي ما قول مثلا انطلق الصاروخ انطلاقا يبقى انطلاقا ده مفعول مطلق مؤكد للفعل أبصت كده فيه كلمة جات بعده؟ لا فيه كلمة بينتلي نوع الانطلاق ده كان عامل إزاي؟ يبقى على طول ده مؤكد للإيه؟ مؤكد للفعل طيب اجتهد العاملون اجتهادا طيب الأول أطلع المفعول المطلق إزاي؟ طيب امسك الفعل هذه الفعله هو اجتهد طيب أدور على كلمة توأم للفعل حروفها زي حروف الفعل طيب أدور اجتهد العاملون اجتهادا اجتهد اجتهادا أدور كلمة اللي توأم للفعل أهيه مس يبقى إيه؟ يبقى اجتهادا طيب يلا نعرف مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة طيب نوعه بقى إيه؟ مؤكد للفعل ولا مبين للنوع؟ لا أنا أكدت أن العامل ده مجتهد بس أنا بينت نوع الاجتهاد جت كلمة بعد وقالتلي الاجتهاد ده عامل ازاي؟ لا يبقى على طول مؤكد للايه؟ مؤكد للفعل يبقى المؤكد للفعل يا أولاد ما بيجيش بعد المفعول المطلق أي كلمة طيب أسرعته إلى المدرسة إسراعا ها أطلع المفعول المطلق إزاي؟ يلا تاني أدي كلمة أسرعت مسكت الفعل أدور بقى على كلمة توقم للفعل شبه الفعل أسرعته إلى المدرسة إسراعا يبقى إيه؟ أسرعته إسراعا يبقى كلمة إسراعا دي إيه؟ مفعول مطلق طب نعرف مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة طب يا ترى هو مؤكد للفعل ولا مبين للنوع؟ أسرعته إسراعا لا ده أنا أكدت الفعل بس ما بينتش نوع الإسراع ده إيه؟ مجاش كلمة بعد المفعول المطلق تبين لي نوع الإسراع ده يبقى على طول إيه؟ مؤكد للفعل طيب شاركت في العمل التطوعي مشاركة إيجابية طيب أدي مسكت الفعلة هؤ؟ شاركت ندور بقى على كلمة توقم للفعل ها شاركت مشاركة طيب يبقى مشاركة دي إيه؟ مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة طيب يا ترى المفعول المطلق هنا مؤكد للفعل ولا مبين للنوع؟ إحنا قلنا ياmind لما يجي كلمة بعد المفعول المطلق يبقى على طول مبين للنوع طيب هنا بيقول لي مشاركة إيجابية يعني هنا بيين لي نوع المشاركة إنها كانت مشاركة إيه؟ مشاركة إيجابية يبقى على طول المفعول المطلق هنا مبين للنوع طيب احترم والدي احتراما شديدا احترمه احتراما يبقى كلمة احتراما دي مفعول ايه مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة طيب بين لي نوع الاحترام ان الاحترام ده احترام شديد يبقى على طول المفعول المطلق ايه مبين للنوع نام الطفل نوم الاصحاء ادي الفعله هوب طيب فين الكلمة نام نوم يبقى المفعول المطلق هو ايه هو كلمة نوم مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب الفتحة طيب جات لي كلمة بعد المفعول المطلق ايه بينت لي نوع النوم ده النوم ده كان عامل ازاي كان نوم الاصحاء يبقى مفعول مطلق ايه مبين للنوع طيب هنا جايب لي نموذج اعرابي بيقول لي هنا حدد المفعول المطلق في ما يلي واعربه احبابنا مصر حبا كبيرا وسنبلي مجدها بناءا طيب تعالوا كده ياولاد امسك الاول الفعل فين الفعل احبابنا طيب تعالوا ندور على كلمة شبه الفعل ده اول ما شوفها واشوف الفعل اقول لا ده دول ارايب دول بينهم صلة يبقى ايه احبابنا حبا يبقى كلمة حبا يبقى كلمة حبا هي ده المفعول الايه المفعول المطلق طيب عايزين نعرف نوعه نبص وراه لو لقينا فيه كلمة بتبين لي نوع الحب ده يبقى مبين للنوع ما لقيتش وراه المفعول المطلق اي كلمة يبقى مؤكد للفعل يبقى حبا كبيرا كلمة حبا مفعول مطلق مالو ياولاد مبيل نوع طيب سنبني مجدها بناءا ها فين الفعل نبني طيب نشوف كلمة كده شبه الفعل نبني بناءا يبقى كلمة بناءا دي ايه مفعول مطلق طيب تعالوا بقى يا أولاد نشوف إزاي بيجي السؤال في الامتحاد يجي يقول لي إيه؟ بيقول لي عين المفعول المطلق وبين نوعه فيما يأتي تعالوا نشوف الجمل كده الجملة رقم واحد بيقول لي إيه؟ وقف العصفور على الشجرة وقوفا بعمل إيه يا أولاد؟ أول حاجة بمسك الفعل هذه الفعلة عندي أهو وقفة أدور بقى على كلمة حروفها زي حروف الفعل شبه الفعل توقم للفعل أول ما شوفها واشوف الفعل أقول لا دول الاتنين دول دول من عيلة واحدة دول قريب طيب يبقى إيه عندي وقفة؟ ها وقوفا يبقى كلمة وقوفا دي إيه؟ مفعول مطلق طيب ماله بقى مؤكد ولا مبين لأ جات كلمة بعد المفعول المطلق لأ مجاتش يبقى خلاص يبقى على طول مؤكد للفعل طيب رقم با يفرح الأطفال بكدوم العيد فرحا شديدا ها فين الفعل؟ يفرح فين الكلمة اللي شبه الفعل؟ فرحا يفرح فرحا يبقى فرحا ده مفعول إيه؟ مفعول مطلق طيب أبص كده جات بعده كلمة آه الكلمة دي بيّنت لنوع الفرح ده إنه كان فرح شديد يبقى على طول مفعول مطلق ماله مبين للنوع طيب رقم جيم أحارب العدو محاربة الشجعان ها قد الفعل أحارب كلمة زي الفعل أحارب محاربة يبقى كلمة محاربة دي إيه؟ مفعول مطلق طيب جات كلمة بعده؟ آه ده بيّن لي نوع المحاربة إنها كانت زي محاربة الشجعان بالزبط يبقى على طول مفعول مطلق ماله مبين للنوع طيب يجي يجيب لي سؤال تاني في الامتحان يقول لي إيه؟ أكمل بمفعول مطلق مناسب أكمل بمفعول مطلق مناسب رقم ألف نقدر المعلمين هعمل إيه أولاد؟ هبص كده على الفعل في الجملة ها قدي الفعل أهو وبعدين هنأخذ من حروفه إسم منصوب ونضعه إيه مكانه طيب آه الفعل بتاعي أول ما لقيه أطلع بقى من الحروف الفعل ده إسم طيب نقدر هيبقى نقدر إيه؟ نقدر تقدير نفرح فرح نلعب لعبا نعبر عغورا نأكل أكلا خلاص؟ يبقى بطلع من الفعل بتاعي من الحروف بتاعته بطلع إيه؟ بطلع إسم يبقى نقدر المعلمين إيه؟ تقديرا طيب نجح الطالب نقط في الباهرا ها يبقى كلمة نجحة إيه الإسم من كلمة نجحة؟ نجح نجاحا ومنساش يا أولاد التنوين لأن المفعول المطلق ماله منصوب طيب أدافع عن وطني الأبطال أدافع يلا نجيب الإسم من كلمة أدافع يبقى أدافع إيه؟ أدافع دفاع الأبطال خلاص يا أولاد؟ بكده يا أولاد يكون الدرس بتاعنا خلص ونبقى عرفنا أني المفعول المطلق هو إسم منصوب مأخوذ من لفظ إيه؟ من لفظ الفعل طيب يذكر لتوكيد الفعل أو لبيان نوم؟ ترجمة نانسي قنقر